مرحبا بكم في درس جديد كيف أستغل قوة الماء؟ وضعية الانطلاق تستغل قوة الماء في مجالات كثيرة القوة دي الماء كتستغل في مجالات كثيرة لاحظوا الصورة رقم 1 كيف تنكر اللحظة في الصورة هذه؟ سد ماء سد ماء ينتج الطاقة الكهربائية كيف تنتج الطاقة الكهربائية؟ باستغلال قوة الماء القوة دي الماء هي التي تنتجنا طاقة الكهربائية ثم الصورة الثانية تمثل باخرة باخرة تتحرك باستغلال قوة دفاع الماء يعني القوة دي الماء هي التي تحركت الباخرة ثم الصورة الثالثة نعورة مائية هذه النعورة المائية تدور بفعل جريان مياه النهر يعني المياه ديالنهر يليك تدور هذه النعورة أتساءل كيف يمكن أن أستغل قوة الماء لتحريك اللعباتين بعدما شفنا بأن الماء يقوم بتحريك النعورة كذلك تحريك الباخرة أيضا قوة الماء تستغل في تولي الطاقة الكهربائية فكيف يمكننا أن نستغل قوة الماء لتحريك اللعبات ثم نقترح أنني أعتقد أنني أستطيع أن أصنع يعني أمكن أن نصنع أصنعها ماذا؟ نموذجا نموذج لعبة مائية تدور حول محور ثابت تحت تأثير قوة الماء اقترحنا بأننا يمكننا أن نصنعه نموذج لواحدة لعبة مائية كالدور حول محور ثابت تحت تأثير قوة الماء يعني الماء هو الذي يدورها ما سأقوم به؟ أصنع لعبة تتحرك بفعل قوة المياه باستعمال الصور يعني أننا نصنعه لعبة كالتحرك بقوة المياه باستعمال هذه الصور أرتب وأحاكي مراحل إنجاز لعبة تتحرك بفعل قوة المياه بالأرقام من 1 إلى 5 من هذا الصور هذا سيرتبهم فشي ممكن أن نصنعه لعبة تتحرك بفعل قوة المياه ومستعينا بالأدوات المبينة في الصورة رقم 6 نستعنب الأدوات الصورة رقم 6 فالترتيب دل هات الصور سيكون كالتالي أولا سنجمعه هذه الأدوات اللي قد نستعمله لصنع هذه اللعبة إذن هذه الصورة رقم 1 ثم بعد ذلك سنقوم بتقطيع هذا الصندوق دل الخشب اللي هو في الصورة رقم 2 ثم قد نصنعه هذا القرص هذا سنقوم بتقبيه بالمسمار والمطرقة ثم بعدما نركبه هذا القطع الخشبية سنحصل على هذا الشكل وأخيرا بعد تتبيت المحور قد نحصله على هذه اللعبة المائية فهذه اللعبة المائية هي تصغير لناعورة مائية تصغير لناعورة مائية بحيث هذا الفرفرج هذا تصغير لناعورة وكالدور فما ألاحظه أننا يمكننا صنع عدة لعاب تعمل بقوة جريان الماء ماذا نستخلص سنمنع الفراغ بالكلمات التالية آلات قوة جريان الطاقة الكهربائية تستغل هل الآلات قوة جريان الطاقة الكهربائية الماء في توليد ماذا وفي تشغيل ماذا مختلفة إذن سنكتب تستغل قوة جريان الماء في توليد في توليد ماذا في توليد الطاقة الكهربائية تستغل قوة جريان القوة دي الماء في توليد قلنا الطاقة الكهربائية وفي تشغيل آلات مختلفة فقبل أن نمر إلى أعبئ تعلماتي سنتعرف على هاتين الكلمتين باللغة الفرنسية الماء لغ الطاقة لنغجي أعبئ تعلماتي أكتب رقم واحد تحت كل ما يعبر عن قوة الماء في الطبيعة وأكتب رقم اثنان تحت كل ما يعني استعمال قوة الماء في الصناحة نكتب رقم 1 تحت الصورة التي تعبر عن قوة الماء في الطبيعة ونكتب رقم 2 تحت الصورة التي تعني استعمال قوة الماء في الصناعة بدأوا بالصورة الأولى مطحنة مائية المطحنة المائية هل تعبر عن قوة الماء في الطبيعة أم استعمال قوة الماء في الصناعة إذا قلنا مطحنة مائية فتستعمل قوة الماء في الصناعة إذا أنا أدري إثناني ثم فيضان النهري الفيضان ديال النهر وش كي يعبر عن قوة الماء في الطبيعة أم استعمال قوة الماء في الصناعة الفيضان يعني قوة الماء في الطبيعة ديروا واحد ماء الشلال ماء الشلال أيضا قوة الماء في الطبيعة كذلك أمواج البحر تعبر عن قوة الماء في الطبيعة نكتبه واحد سد مائي قلنا القوة ديال الماء تستغل في إنتاج طاقة الكهربائية فالسد المائي يعني استعمال قوة الماء في الصناعة نكتبه رقم اثناني تهاطل الأمطار تهاطل الأمطار قوة الماء في الطبيعة نكتبه رقم واحد تهاطل الأمطار تهاطل الأمطار